أنا عارف أنك ألفت وأخرجت وعندك سهرات كتير علاقتك كانت إيه بالتلفزيون المصري أنا علاقتي بالتلفزيون المصري أنا بعشقه أنا على فكرة كنت بشتغل أول نقط خلقت من السنوية العامة كنت بشتغل في المطعم اللي جنب التلفزيون هنا آه تمام فأستاذ نعك الكبير نورة بمرداشة رحمه الله كم معدي في يوم كده فلا أني واقف على باب المحل فبص لي كده قال لي أنت بتعمل إيه يا ابني بتشتغل إيه قلت له أنا طالب طالب ومشتغل آه قال لي مش عايز تمثل قلت له أنا بمثل في المصرح كنت في المدرسة وكده قال لي طيب تعال لي التلفزيون فوق قلت له ما عرفش هدخل المبنى قال لي تعالى رخاتني من إيدي ودخلك دخلني المبنى ومضيت يومها عقد صرخة بريئة مسلسل ده كان مسلسل مهم قوي وكنا كلنا تقريبا وجوه جديدة ما كانش فيه إلا أستاذتنا رحمه الله هده سلطان وأنور إسماعيل مع احتفاظي بالألقات طبعا ليهم آه إنما لقيت نفسي بعمل بطولة إيه ده تخضيت آه وبدأت من هنا مشواري مع التمثيل يمشي فبقت الدراسة إخراج إنما مشواري مع التمثيل هو كم سنة مشوارك مع التمثيل من أول حاجة بدأتها عملت حاجة كده صغيرة كنت متضرب مع الأستاذ علي بدرخان في فيلم كارنك كمخرج فيلم مهم جدا من أهم أفلام السينما فقال لي فيه دور كده ده طريق تعمله قلت له طبعا يا أستاذ علي كان في وسط أستاذ السعاد حسني طبعا شلة جميلة فعملت دور صغير كده وكت بتمرن كمساعد بخرج وبعدها مع الأستاذ صلاحة بوسيف برضو كت بتدرب فسقطت في بحر العسل بطولة الأستاذ النبيل عبيد وأستاذ محمود يسين وبرضو عملت دور فيه كده فبدأت الرحلة تاخد خطوات خطوات مسمرة لغاية ما دخلت بقى تخركت وبدأت أنطلق في الحكاية